بسم الله الرحمن الرحيم نحييكم أخبارنا الحضور في بداية الفترة الثانية اللي يبرناه الدورة التدريبية لسوق الكاربون ودورة في إنجاح مشاريع الطاقة المتجددة والتي يقدمها محهد الاستدامة في برامجه التدريبية المجارية الشهرية والتي يقدمها المستاذ العزيز المهندس أحمد قادري ليستكمل معنا الفترة الثانية لهذا البرنامج فليتوضع المشكورة شكرا مهندس سالم يعطيك العافية جميعا اللهم صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد نعمل هيك مراجعة بسيطة للي حكينا حكينا عن بكل بساطة من وين أجل حكينا عن 1.5 باثوي بعدين حكينا عن اللي هي أهم جزئية إنه كيف كيوتو فشل بعدها أجلت عندنا باريس أجريمنت باريس أجريمنت نجحت بالبوتوم أب أبرواتش اللي هو معاكس تماما للكيوتو وبالتالي فرضت عندي اللي هي التزامات على الجميع الدول من خلال والدول نفرضت كذلك على الصناعات اللي داخلها التزامات من خلال ومن خلال من خلال اللي هي الكاربون تاكس والدول اللي ما كان عندها التزامات كانت الانتتي استعيتها يا أصلا بدها ترفع الاسجي سكور تاعها يا أصلا اللي هي كذلك موجودة داخل السبلاي تشين تعيت انتتي أخرى عليها التزامات أو إنها بتصدر لانتتي أخرى عليها التزامات وبالتالي صارت من خلال اللي هو الكاربون برودر فبسكلي حاليا كل واحد under the umbrella of decarbonization in one way or another if you want to get in the international supply chain you will need to decarbonize تمام هذا الحكي أتمنى أنه للا البعض اللي ما كانت واضحيتهم الصورة أنه حاليا he will resonate and he will make sense لاشي انتتي زي زي نيوم لاشي انتتي زي PIF لاشي انتتي زي كتير oil and gas ورمكو كذا they are looking اللي هم for CCUS technologies they are looking for hydrogen معنو هاي technologies اللي كانت موجودة عنا وين بكويتو but they want to decarbonize in order to be aligned with the international supply chain it is basically that تمام لكن هذا الاشي كتير ممتاز هذا عالج المشكلة اللي كانت موجودة عنا وين بكويتو لكن اللي صار عندي حاليا مشكلتين واحد اللي هي انه في زخم كتير كبير لكن بنفس الوقت اللي موجود عندي اللي هو ما في standardization تمام كل واحد بيطلعوا بيحكي انه I'm carbon neutral I'm net zero and I'm aligned كذا هذا الحقي يخلى يطلع لconcept أو لterm terminology كثير واضحة بالنسبة للك اللي هي greenwashing الgreenwashing انه بيجي واحد بيعمله اي initiatives تمام وبيجي بيحكي عن حاله انه I'm green ولا I'm net zero ولا I'm carbon neutral تمام لانه ما فيه كان international standardization بسيكلي there was no time to put international standardization because it was not planned يعني بهاي الصورة لانه بس كل الزخم اجا كل ياته بوقت واحد هذا الحقي لحد الآن بيضاوية الوقت هذا الحقي بتقدر يقيسه على السفن تقدر كذلك تقيسه على اللي هما الانترناشنال انتيتيز واللي عندهم فرانشايز بتخوف زي جوجل زي امازون هذا امازون اذا بدي يجي يعمل اللي هو solar park to cover all of his scope two emissions يعني بده بجوز بلد يعني كامل على اساس انه يغطي احتياجه من الكهرباء تمام فهاي الكونسبت اللي كانت موجودة لعن بنيجي هون عند النكست خلينا نحكي common sense اللي هو خلينا نحكي موضوع اللي هو ال net zero international standardization فطنا على standardization والstandardization زي ما حكينا نتاج بسبب اللي هو bottom up approach والحاجة له بهذا الموضوع فباسيكلي السيانس بيس تارغت اللي انا حاب احكي عنه هون واللي كثير اسمعنا عن هذا الكونسبت السيانس بيس تارغت حكى باسيكلي انه listen guys anyone who wants to claim that he's net zero تمام then he will need there is a clear guidelines there's a clear clear pathway that is aligned with the IPCC requirement that defines if you are going to be able to claim that you are 1.5 باسيكلي فالنفرض مثلا انه انا شركة سمنت موجودة بالكويت لانه ايقسم معظم الحضور معنا من الكويت فبدي احكي انه I want to claim the net zero target ليش I want to claim that net zero target وانا شركة بالكويت لانه حاليا انا عمالي بصدر لبرة وبنفس الوقت I need to get that standardization وبدأ على الاسج score تمام طيب standardization معتمد مثلا اللي هو science-based target initiatives science-based target initiatives في عندهم للسector cement clear pathways اللي هو تريت 1.5 target تمام وهاي الpathways هي عبارة عن waste heat recovery for example energy efficiency renewable energy كليات associated في clear pathway بالنسبة لهم تمام وفي عندهم اللي هو term target وفي عندهم long term target تمام وحاليا ان شاء الله رح نيجيها وباسيكلي الVCMI والإيزو يعني بيدوروا حول نفس الموضوع الVCMI اللي هو Volantia Carbon Market Initiatives اللي هو كذلك بيحدد اللي هو يعني هو more about the demand side بس خلينا نحكي حاليا مبدأ يعني science-based target تمام science-based target اللي هو net zero تمام standard واللي هو بيحدد انه بالبداية انت بدك تيجي تحسب ك-entity اللي هو baseline والcarbon inventory بعد ما تحسب وبدك تعرش business as usual بناء على growth rate بناء على اللي كان موجود بسنين الماضية بناء على يعني توقعات النمو بناء على كذلك اللي هو الارباع خلال السنين الماضية بناء على اللي هو market shift اللي انت موجود فيها امكانك والبساطة ترسم business as usual بعد ما ترسم business as usual وتحدد target تعونك long term وال internal target فبالتالي لازم يكون عندك target من هون لعشر سنين من خمسة لعشر سنين بيسموه target على المستوى القريم الـ internal target وفي عندك long term target اللي هو بالالفين وخمسين اللي انت بتحدد طبعا في عندك بعض sectors والentities اللي هي hard to zay صعب كثير تيجي على الشركة oil and gas وتيجي تحكي لها انه بالSBTI الصمائل هنت zero مثلا oil and gas تمام فيها pathways but they not lead to اللي هي لل net zero تمام بدأت عند جزئية وconcept جدا مهمة اللي هي الماك curve المتغيشن abatement cost curve حسنا تحددت الباثوي اللي موجودة عندك entity تمام بعد ما تحدد الباثوي الموجودة عندك بدك تعرف انه بدي اوصل للصفر بدي رنيوب الانرجي بروجي بدي اعمل وبيدي اعمل بمصنع السمنت وبيدي اعمل كمان وبيدي اعمل كذلك اللي محطة CCUS على أساس اني اعمل ريموفر للكاربون للجو وعمله بالأرض تمام تأكيد لا لانه لازم تعمل تعمل ليش بيست على الكوست تاع الكاربون تمام الكوست مثلا تاع CCUS ببعض البلدان يبصر 300 دولار لكل تون كاربون متيكيشن بسموه المتيكيشن اللي هو لتوفير اللي هو تون واحد من الكاربون فزي ما احنا شايفين المتيكيشن اكتيفيتيز فيمعنا فاينانشل تريششولد وانتبعنا على ها بتحدد فهاي السمنت كل اشي تحت هذا الخط هو عبارة عن فيزبل تكنولوجي to be implemented واي شي فوق هذا الخط هو عبارة عن non-feasible تكنولوجي تمام فبالتالي بهاي الكيس but they need to decarbonize فإن ذات كيس معظم الانتتي زي امازون وكذا بعد رسم الماك كيرف they move تورد اللي هو ايش they move تورد the carbon market because it's much cheaper to buy اللي هو carbon credit at 5 دولار investing in 300 اللي هو او CCUS station والهيدrogen station order اللي هو to build او الorder to decarbonize اللي هو السكتور اللي أنا موجود فيه تمام فباسكلي هاي هي الجزئيات هاي from a developed country point of view تمام فهونا كملنا ببعض الماك كيرف حاليا جوز السورة صارت واضح السياق صارت واضح everything makes sense للناس اللي ما كانت واضحة لهم الصورة انه why there's a price on carbon how this is an asset يا تمام how is it tradable بس حاليا رح نيجي اللي هي للprinciples associated معها بتحبينا نوضح السياق وشو الستاندرد اللي طلعت عنا from a demand point of view تمام على أساس انه تكون الصورة هون فبس على أساس انه ما يكون في اختلاط هذا الماك كيرف هو الانتتي في عليها certain commitment to decarbonize تمام في عندك other decarbon أو other entities ما عندها certain اللي هي رح نيجيها ان شاء الله بالغرافز اللي جاي ما عندها certain commitment to decarbonize وبالتالي في عندها مشروع for example مشروع طاقة شمسية موجود 100 ميجا موجود بالكويت تمام هذا المشروع هو مش كثير return on investment منحكي عن 8 years وبالتالي أنا بعمل اللي هو shares of proceed أو بسجله بالكابون ماركت وببيع الكريد وبجيب extra رفينيو وبالتالي بقلل اللي هي return on investment وبالتالي صار feasible فإتس a win-win situation الشخص اللي موجود واللي عليه certain commitment قدر انه يروح مع اللي هو lowest possible cause to decarbonize his supply chain وبالنسبة للك انه انت مثلا انا موجود وعملت 100 I gained more money وبالتالي I lowered اللي هو capital cost associated بهذا المشروع وبالتالي يعني gave me an acceptable خلينا نحكي اللي هي return of investment period of 5 years rather than اللي هي 8 years تمام نيجي هون اذا اذا ممكن على الجراف شوية اه تفضل الجراف يعني شيق واعتقد انه في بعض الاسئلة لو ممكن بس يعني slowly نعطينا الاستانس حق الماك what does it mean الماك يعني الماك and also the x axis وال y axis يعني هني شنو يقصد فيه وهل هذا معنات ان شركة قاعد تعاني من extra carbon emissions وهي تحط لها target معين شون هي توصل الى neutral فهذا المثال اعتقد ممكن يوضع وهل هي عبارة عن ما يسمى بال off sitting وال on sitting لا علاقة بالأمور هذي او هذي فقط credits تعملها الشركة عشان تعود ال axis of carbon emission بس يعني لو تعطي بعض ثواني حتى يعني يكون جميل جدا جميل جدا هذا ماك كيف احنا كنا رسمينه بامبير اللي هي لبلدية موجودة بوحدة من الدول تمام وكان بدها تعمل ال order to reach سير وحكينا قبل هالمرة انه انا في دي اللي هو ال SPTI science-based target science-based target لازم احدد اللي هي pathways اللي أنا لازم ارسمها in order to reach my target وهذا التارget مش ضرور يكون net zero by the way يعني ممكن يكون التارget تاعك as an entity نوفر 50% ب2040 أو 2030 تمام هذا التارget رح يخلق عندك اشي اسمه carbon budget وبالتالي هاد that you need to emit اللي هي over the years تمام هاي بالنسبة بتيجي عندك from your point of view as an entity ببساطة انت اول خطوة لازم تعملها اللي هي ايش you draw the baseline الباسلين بترسم مثلا انا كأنتي كمصنع كالبلدية انا بطلع سنويا ما يقارب الميت الف ton carbon تمام in order to reach my target which is for example اللي هو net zero by 2050 تمام فانا في عندي pathways معينة لازم امشي فيها وفي عندي عدة خيارات ممكن اطبقها بالبلدية انه ااجي مثلا اغير اللي هي لمبات الاليد الموجودة بالاعمدة ال street lighting زي ما احنا شايفين اعمل wind energy اعمل car electrification لاسطول السيارات الموجودة داخل البردية اعمل solar water heating اعمل landfill gas ففي عندي different options different technologies each one of them consist of part of the pathway تمام لكن ال cost implementing each pathway is different from another مو هدا ايش ال abatement cost ال abatement cost اللي هي كم دينار او دولار انت بتدفع عشان توفر ton carbon 1 واللي هو العمود اللي احنا شايفينه هون اللي هو العمود وليس ال y axis تمام في عندي 50 دولار تمام ممكن 150 دولار ممكن 250 دولار ممكن 350 ممكن 450 اللي هي USD per ton to offer اللي هي ton of carbon تمام ال x axis هي عبارة عن كمية الطن توفير بالسنة تمام فاذا باجب اطلاع على هاي التكنولوجي for example اللي هي solar csp فانا بدي ادفع حوالي مثلا 130 اللي هي دولار على اساس اني اوفر ما يقارب المية الف تون كاربو مثلا بالسنة تمام في اندي اذر تكنولوجي مثلا زي solar water heating انا رح ادفع ما يقارب اللي هي المينس 70 دولار مقابل اني اوفر ايش اللي هي مثلا 10,000 ton of carbon تمام طبعا ليش في بعض القيم بال minus one might wonder لانه هاي محسوبة عن net present value against الرفرنس الرفرنس تاها انه selling carbon credits بالmarket اللي رح يكون موجود تمام فالنفرض انه انا هاي هاي الانتيتي اللي موجودة فبالتالي اوفر لي مثلا اني اروح مع ايش اروح اول اشي مع اكثر اشي عندي بالminus اروح مع هاي التكنولوجي المواضح الالوان عندي street lighting بعدين بروح مثلا مع land gas energy بعدين بروح مع car electrification هيك بصير الprioritization تاعي وبعدين بروح مع CSB بعدين بروح مع solar water heating وبعدين بيجي عندي two technologies that will cost me money تمام في واحدة راح تكلف 120 في واحدة راح تكلف حوالي 600 for example تمام would it for me as an entity انه اروح اعمل investment وادفع من جيب 120 دولار عشان اوفر ton carbon ولا اني اروح انا اشتري credit من carbon market على 10 دولار تمام كل اشي investment جدا مجزي بالنسبة للي تمام لكن كل اشي فوق ال x axis هو ال return of investment او راح يكون جدا طويل وال IRR راح يكون بال minus للي نروح invest فيو عشان هيك معظم ال carbon market when it comes to ash لما يوصلوا عن جزئية اللي هي ال high hanging fruits بيسموها واللي هي technology that cost a lot in order عشان توفر ton واحد من carbon يعني هذا الحكي تمام هذا الحكي يتمنى انه يكون واضح وإحنا كذلك إن شاء الله بإمكاننا كذلك الرد نعقب عليها بعد ما ناخذ بال case studies اللي راح نيجيها أنا خليتها زي open discussion بال case studies راح نيجي ونصير نسأل بعض الأشخاص إنه مثلا شو ال entities اللي نحن بمثله ونصير نعكس الجزئية تعيته على carbon market وبعدها نصير نجاوب بعض الأسئلة اللي راح تكون موجودة لكن الماك curve هو جزئية مهمة عشان أنا كأنتي أحدد شو هي decarbonization pathways ومتى أروح على carbon market ومتى أعمل investment عندي والنتائج تعيتها بتنعكس داخل إشي اسمه decarbonization strategy in case of net zero بنسميها net zero strategy تمام بتمنى الصورة تكون واضحة بالنسبة للماك curve ممتاز يعطيك الآن الله عافي تمام تمام حون حاليا بلشنا أنه ننفوت بجزئية اللي هي carbon market تمام بجز الصورة صارت جدا واضحة حاليا أنه carbon credits لش بنحتاجها إذا بنجي بنطلع الماك curve كل إشي فوق X axis بالنسبة للإنتيتي زي Amazon Google Shell كذا فهي بالتالي راح تتوجه للكarbon market if it was more feasible بالنسبة لها rather than paying 200 و300 دولار على أساس تعمال implementation لتكنولوجي زي CCUS مثلا تمام وفي عندي كذلك في عندي بعض الانتيتيتز اللي أصلا ما عندها هذا زي الطيارات مثلا لكن الcarbon market هل كل mitigation activity أنا بعملها بتتسجل ككريدت وبتمباع بالcarbon market أكيد لا تمام فهي الجزئية مهم وعشان هيك ظهر عندي اللي هو standardization للsupply side standardization للsupply side هو من خلال ICVCM اللي هو Integrity Council واللي بناء عليها بقيم الميثودولوجيز وأداء بعض الانترناشنال standards and registries أشهر إشي عنا بالcarbon وغولد standard وصير كاربون بالإضافة لبعض الامريكان carbon registry يعني بس هدول هم مين يعني they are خلينا نحكي the giants when it come to the carbon market بس هنا في concept أنا حبيت أشرحها بشكل بسيط الnet zero والcarbon neutral لأنه كثير بصير في اللي هو لغط يعني بالتفرق مباناتهم الnet zero يعني بس شرحناها إحنا قبل إنه how to net zero بدك تعمل أول إشي decarbonization بكل إشي بالsupply chain تعيتك وبعدين بآخر عشرة بالمئة يول be allowed اللي هو to phase out اللي هم emissions اللي بتكون موجودة عندك اللي هم الهار to abate لكن carbon neutral basically it happens on annual basis وعادي أنا entity بدون ما أعمل decarbonization للsupply chain طلعت بسنة معينة 100,000 ton carbon عادي بروح على carbon market واشتري 100,000 ton carbon وبالتالي صرت carbon neutral يعني I can claim that تمام عشان هيك carbon neutral أصلا بتلاق يعني كثير من جديد أصلا هذا الكنسب بطلت أسمعه كثير خاصة أنا داخل الفيد لكن نادر ما أسمع carbon neutral everyone's going to net zero carbon neutral there's a lot of skepticism associated to it فمعظم الناس رايحة مع net zero لأنه standardization جدا واضح بالنسبة لها وأنه does not make sense أنه أنت ما تسوي إشي local عندك وبعدين تروح أنك تشتري فقط carbon credit ودي carbon nice فهذا هو ما اللي الفرق بين carbon neutral وال net zero تمام يعني هنا باسيكلي أعتقد كل واحد صار عنده تصور جدا واضح ليش carbon market شو العرض والطلب من الناس الموجودة فحاليا ممكن أنه نفوت بال carbon market وممكن نحكي عن دورها أكثر بجزئية اللي هو ال energy transition تمام طيب بس I want to to keep in mind كل إشي حكينا في السابق تمام حكينا بالسابق إنه سوري بس بدي أرجع هيك على السليدات على السريع باريس تمام حكينا بهاي الجزئية بال باريس outcomes حكينا إنه في عندي country level commitment وحكينا استخدموا الNDC وعشان يحققوا أهدافهم بالNDC استخدموا policy tools هاي الpolicy tools هي عبارة عن emission trading system والcarbon tax الemission trading system تاعد الدولة هو basically الcompliance market تمام الcompliance carbon market الcompliance carbon market basically أنا مثلا كدولة خلينا نحكي عن EU ETS واللي هو أكبر carbon market compliance carbon market موجود عندي بالعالم على certain industry وبالعادة بيكون هم والحديد والألامينوم والورق ونسيت الأشي اللي بعديها لكن هدول هم الـ main emitters أصلا اللي بيطلعوا يعني انبعاثات كربونية بشكل كثير كبير وبعدين بعطوا allowances هاي allowances تتوزع حسب اللي هو أداء الاندستري بالسنين الماضية وإما allowances هاي عملها اللي هو auctioning أو انه بالصين مثلا for example they give free allowances للأنتيتز عشان هيك فيه كثير دائما انتقاد للكربون ماركت الصيني it does nothing because بالنهاية هم بعطوهم free allowances لكن بالكربون ماركت لا the case is totally different allowances أصلا هي auctioned تمام وبعد ما تكون auctioned فالنفر تخلص الالوانس تاعك وحاليا تدفع تاكس تدفع تاكس على 90 يورو which is a crazy number حاليا على الرقم الحالي موجود تمام لكن مش حاب كثير أدقق على لاني ما أعتقد انه في كثير من الحضور هم مهتمين أو they will deal مع compliance carbon market unless they are subject to a C-BAM يعني إذا في عندي شركة حاليا ب القويت عندها مصنع aluminium أو مصنع steel أو fertilizer وعمالهم بيودوا لأيوروب أو أو كذا وفيهم subject لل C-BAM then they will need to learn more about the compliance carbon market إذا في هذا والله يحكي لنا بالشات تمام excellent فهي بالنسبة لل carbon market تمام بنيجي منتطلع على compliance carbon market يعني بتنوع عندي في عندي carbon tax في عندي emission trading system في عندي كذلك اللي هو ممكن يكونوا combined together in one country تمام شو اللي بحكم عندي يعني ليش دولة بتروح بس بتحط carbon tax وليش دولة بتروح بتحط ETS emission trading system خلينا نحكي بس بس الفرق بين بناتهم أو بالسلاد الجاي رح نحكي لكن باعتمد على حجم الدولة يعني مثلا EOETS وكل دول أوروبا يعني صار في عندك طلب وعرض والتالي it does make sense إنك تعمل emission trading system عندهم تعمل implementation لهاي policy tool تمام لكن بدولة زي مثلا جنوب افريقيا زي Orgue وإنك تبيع لا باسيكلي هم اللي بيعملو carbon tax تمام طبعا بالdeveloping countries اللي احنا موجودين فيها ما في ولا أي compliance market تمام هم كلياتهم عبارة عن voluntary market على حجم الدولة فيه بالسعودية من جديد وربطوه بالstock market وعملو لجيكم اللي هي بس ما شفت صراحة إنه في أي development من الكوب الماضي فيه بمصر technologies اللي they are thinking about وعملو اخذ خطوات حلوة بهذا الاتجاه الامارات كمان فايت لكن كلياتها عبارة عن voluntary market ما في ولا أي compliance market بال region اللي احنا موجودين فيه بتمنى صراحة بتمنى إنه احنا كمين region ودول عربية إنهم يعملوا زي اللي هو emission trading system أنا بشوف إنه أكثر trade it would be much easier to implement that أو to replicate اللي هو السيناريو تاع الايو على الغرف countries الموجودين عنا تمام زي ما حكي هنا في عنا carbon tax وفي عنا اللي هو carbon trade واللي هو emission trading system وشرحنا شو الفرق بيناتهم carbon tax by the way does not necessarily reduce carbon emissions basically كل ton carbon بتطلع زيادة عن زيادة عن threshold انت راح تدفع علي tax زي الموجود بجنوب افريقيا والموجود عندي برغوي فما في عندك other solution يعني انت لازم تنزل تحت threshold otherwise انت راح تدفع التاكس الموجود عليك however بال carbon trade system you will get the option of buying allowances تمام وبالتالي you create incentives for others اللي هو to reduce their carbon emissions هنا مثال البسيط على compliance carbon market كيف تم توزيع allowances 100 ton of CO2 في عندي كل سنة في عندي مثلا 100 allowances بوزحهم على certain industry بس عشان ما نحكي ABCD فلنفرض انه هذا compliance market هو عبارة عن cement sector اللي موجود او fertilizer لانه كثير حكي option cement خلي نحكي عن fertilizer اللي هو قطاع الاسميد اللي موجود بيوروب واللي هو subject carbon tax ثم حكو لهم listen guys احنا في عنا 100 allowance certificate of carbon based على threshold اللي حدد دلناك وياها وحاليا بنا نعمل فيها auction وكل هم بصير they are bidding for the auction وبيشتر allowances هاي تمام فلنفرض اشارة 25 واللي بسهولة جدا في عندي كذلك C نفس الشي في عندي D لأستهلاكة الزيادة ففي عندها 2 options يعني بتروح تشتري من حدا اخر داخل الماركت ممكن يبيع او انه بدفع اللي هي الcarbon tax اللي راح تكون موجودة عليه اللي هي قريبة توصل لها 90 يورو موجودة عندهم بال EU ETS وزي ما حكينا هون حجم الاسعار supply والdemand وال expectation for future الاسعار وصلت تقريبا بال compliance market لحد 90 يورو هذا رقم كثير كبير طبعا there's a difference اذا بتجي بتحكي بالسوق الصيني وصل فقط لحد 25 يورو بتذكر ماكسيمم تمام والسوق الامريكي اللي هو carbon trade system فقط عندي بكاليفورنيا وصل تقريبا اللي هو 50 يورو او 50 دولار عفوا في فرق بيناتهم اعلى السعر دائما بنشوفه بال compliance market بال EU ETS وby the way we cannot use for example voluntary credits within the EU ETS ما بقدر يعني مستحيل اقدر استخدم الvoluntary credit اللي طلعت ها من فيرا وكذا داخل compliance market من جديد داخل EU ETS compliance market من جديد السوق السنغافوري عملوا اتفاقيه مع gold standard على اساس انهم يشتروا منهم credit ويستخدموها اللي هو بال compliance market تاعهم لكن بال EU ETS وبالصين لا ما في هذا الحكي واللي هم من الكبر markets حاليا يعني موجودات ضيارات يصير في integration بين voluntary and compliance بس لحد الان ما في integration صراحة بين compliance وال voluntary market على scale كبير تمام نيجي نحكي عن voluntary carbon market واللي هو أصلا does make sense more للaudience اللي موجود عنا نيجي هم نحكي عن standards basically واللي بيتم عليها اللي هو تسجيل التوفيرات وبيعها والstandard والregistry زي ما حكينا أكبر standards موجودين فيهم اللي هي VERA gold standards share carbon ICR والGCC GCC relatively new لكن VERA معروف مثلا بنوع credit تعيط الafforistration والremoval gold standard معروف بنوع credit تعيط الcommunity service يعني كل شغلنا بgold standard دايما احنا بيكون عبارة عن اللي هي cox stove projects boreholes projects بVERA معظم المشريع هي عبارة عن afforestation deforestation سير carbon هي عبارة عن renewable وكذلك ICR فحسب الماركت كل ماركت يعني معروف بنوع credit معينة it's unwritten rule لكن يعني كلاتهم open to all the credits بس معظم يعني اذا انا باير وبيدي اروح على اشتري دايما afforestation remove credit بروح فيرا بدي اشتري cox stove بروح gold standard فباسكلي يعني هذا هو الvoluntary carbon market وحاليا ان شاء الله راح نحكي عنه اكثر تمام وحكينا الvoluntary carbon market بعد يعني كل الشرح هذا والسياق اللي جبنا if I ask each and every one of you guys انه يول answer us زي ما كتبوا الشباب بالشات سابقا انه الهدف الvoluntary carbon market اللي هو to create an extra option تمام and incentives for entities within the developing countries اللي هو to go green or to shift الهدف transition تمام فهذا هو الهدف الرئيسي بالنسبة لهم وبالاضافة كذلك انه خلق كذلك حافظ لبعض الدول اللي هي بداية نموها تمام لانه هاي المعضل اللي كثير كنا بنشوفها بالnegotiation اللي بتصير عادة بالكوبز وبال climate change summit انه الدول اوروبا وامريكا هي يعني هي المسؤولة عن اللي ما وصلنا له من احتباس حراري حاليا موجودة ف why are you guys مثلا committing developing countries واللي هم لسه بداية نهضتهم لابتصادية زي السعودية زي الامارات زي الكوات زي الother countries انه وليش تلزموهم ان يروحوا فقط مع ال green technology وانه ما يستخدموا ال oil and gas هون بيجي دور ال green carbon market تخلي to create an incentive لهاي اللي هم البزنس والgovernments within developing countries to go green as well تمام تمام ف يعني هنا يعني بالبداية ال rule of the carbon market reduce the report then compensate via offset credits اللي راح تكون موجودة allowing billions of dollars to flow from those markets need zero commitments into hands of those with the ability to reduce and remove carbon تمام وgenerating broader environmental social and economic benefits الSDGs اللي هي co-benefits اللي راح تكون موجودة بشوفونا price volatility وبيديان نركز على موضوع الSDGs co-benefits يعني احنا بحكم موجودنا بالmarket جوزو market international يعني الVCM يعني عادي بإمكانك تروح تعمل مشروع بأي دولة بالعالم وتسجله مدامك عملت له validation وverification تمام لكن بنشوف فيتا يعني المشروع مثلا BV معمول بمصر مش زي مع مشروع BV مثلا معمول داخل كونغو ولا زي مشروع مثلا BV معمول بأيسلند تمام في فرق كثير كبير ليش بسبب جزئية الSDG co-benefits يدو استغرب بس أعلى أسعار carbon credits حاليا موجودة هي اللي موجودة الكوكستوف والبورهولز ليش لأنه الSDG labels اللي associated لها بتكون كثير كبيرة يعني أنا مثلا لما أروح أدقيق على مشروع كوكستوف موجود بإفريقيا هذا المشروع رح يكون عنده SDG number one وthree وfive وseven وثيرتين تمام ما بدي أفوت كثير بموضوع الSDGI والأسيوم وتفصيلاتها لكن الهدف يعني هذا المشروع مثلا بيساعد بيعمل نورينيوب الانرجي وبيساعد كذلك يساعد اللوكال كميونيتي وبيقل من ساعات عمل المرأة داخل المطبخ اللي بكون موجود وبالتالي يزيد إنتاجيتها بأمور أخرى هاي الليبلز كلياتها بتساعد بسعر الكريدت في مشريع احنا اشتغلناها سعر كاربون كريدت تاعة الكوكستوف وصل حوالي ستين دولار تمام بالمقارنة مثلا في عندي مشريع بالهند تمام سعر مثلا بي في كريدت بوصل فقط تو دولار وذين ذات ميكانيزم لأن الSDG اللي بتكون موجودة وفروم انفيستر بوينتو فيو فلنفرض انه يعني هاي هاي البيت فلاكتشواشن اه اتس اتس هار تبريدكت وبتخلق رزق كثير كبيرة بالانفيسمان بالكابون ماركت فور اكزامبل انا انتيتي نرجع لنفس المثال الاول موجودة بالكويت وبيدي اعمل امبليمنتيشن لون هندرد ميجاوات بيك اللي هو سولر سيستم او خلينا نحكي وين تيرباين بالكويت هذا المشروع بالنسبة لي اللي هو مش فيزبل تمام تقريبا بيباك بيريوت راح تكون تسع سنين سعر الاول انا عندي كثير خيص والكهرب كثير خيص فا ويو دا اي جو تو امبليمنت ستش تكنولوجي هاويفر اي ميد انا وفتيك اجريمنت مع واحد مع شركة شل فور اكزامبل وحكيت لهم listen guys هذا المشروع بالنسبة لي مو فيزبل لكن if you incentivize me by buying the carbon credit associated مع هذا المشروع بالتالي الpayback period اللي راح تنزل لأربع سنين وبالتالي it would be فيزبل for me would you do that بحكو لك اكيد تمام بالاناليس تاعتك انت راح تعمل مثلا اللي هو سعر carbon credit على 2 دولار ولا 3 دولار ولا 5 دولار تقيمه مبدئيا لكن المشكلة انه price volatility في سعر credits حاليا موجود ببعض يعني نفس سعر كان موجود الvintage 2021 كان موجود سعره ببعض بسعر تقريبا 20 دولار وبعدها بسنتين نزل عندي خاصة السنة الماضية نزل عندي منيح لحد سعر تقريبا 6 دولار و7 دولار وبالتالي في رزق كثير كبير associated ما بتعرف وزي ما انتوا عارفين حاليا مثلا انه هذا الماركت اصلا associated مع political factors بتكون موجودة يعني بعتمد على كيف political shifts بعض الدول اكيد بتأثر كمان على اسعار الكاربون بتكون موجودة اندي حكينا عن co-benefits والpricing اه بالضبط الوفيس project environmental social benefit economic benefit وكذلك دعم الناس السكان الاصليين restoring biodiversity and rural economic وبالتالي اغلى مشاريع موجودة عنا حاليا بالماركت هي مشاريع community service cook stove boreholes ليش لانو عندي دول افريقة بجز تغرب من الرقم لكن 50% يعني دولة من السكان الموجودين فيها ما عندهم access على clean cooking ولا حتى clean water فبالتالي الSDGs associated مع implementing بتكون جدا عالية في عندك بعض المشاريع اللي هي اللي هدخل بال deforestation ولا red project اللي هي renewable energy from deforestation بتكون عادة سعرها عالي basically لانو الPR رتاحة كمان وراوها كثير كبير بالتالي بيكون سعرها جدا عالي لهاي الكريدات اللي بتكون موجودة عنا هون حكينا عن اللي هو carbon market types حكينا عن pricing تاعهم حكينا عن co-benefits وحاليا بنيجي لجزئية carbon market principles واللي هي بننجاوب فيها basically على أي سؤال انو انو listen guys انو excellent we understand now that carbon market create an incentive وكمان بتساعد بالSDG co-benefits وtransition into green energy و gives me an incentive تخلق كمان extra source of revenue to invest in high abatement cost technology لكن بنرجا للسؤال انو can any green project be registered or issue carbon credits والجواب أكيد لا يعني في certain areas need to be considered بالنسبة لهذه الجزئية وهي واحدة من المنسكوب اللي انا مثلا يعني اللي احنا شغالين عليها ك entity مصنفة تحت اليوان احنا من قيم اللي هي ال principles اللي بتكون موجودة واللي هين المشروع يكون additional measurable real unique untraceable climate equity والpermanence والleakage avoidance والindependently verified تمام اه اه تمام اول اشي core carbon principle خلي نيجي نحكي real ومجربل ممكن نيجي ناخدهم مع بعض اه 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 منيجي نفس احكي نفس مشروع ال winter bind اللي موجود مثلا بالكويت هذا winter bind بالبداية كشخص بدي اعمل development بدي اتأكد فعليا انه هذا winter bind will achieve this amount of credits تمام اه وكمان وفي عندي meters associated اللي انا بمكاني كذلك اللي انا اعمل كذلك measuring لل kilowatt hours اللي خارجي من هذا الكريدت وبنفس الوقت كذلك في عندي ال data bases اللي بناء عليها بقدر اعمل مقارن بين ال project scenario وبين baseline scenario فهاي هي عندي جزئية ال real وال additional هاي اهم concept صراحة بال carbon market اللي هي concept additional for example انا عندي مشروع موجود بالاردن by the way مشاريع مثلا ال bv بالاردن pay pack period نحكي فقط عن ثلاثة سنين لأربع سنين تمام فاذا انا بروح عند واحد ما عند شل وباجي بحكي لهم listen guys انا عندي مشروع هذا المشروع هو عبارة عن bv project موجود بالاردن والبي باكتيري التعيته أربع سنين وبيدي اياك وانه بدي اتسجل بالcarbon market وبيدي اياك تشتري من الكريد تستعونه basically they will say no لانه they will say no you can do it either way you don't need يعني my money يعني i can save my money للناس اللي عندهم فعليا projects not feasible green projects بس انت البروشيك تاعك feasible تمام فconcept الادشناليتي مو منطبقة عليه الادشناليتي انه هذا المشروع ما كان رح يصير لولا الفانت تاع الكاربو market دايما apply this concept otherwise this project won't be registered تمام بعدين فينا جزئية اللي هو unique untraceable تمام واللي هي لدخل كثير بجزئية الدبل counting خلينا نحكي في كثير ناس صارت تيجي عندنا وهاي واحدة من المشاكل اللي خلقتها انه بيجي هو بروح ببيع نفس الكريدت لاكثر من شخص او الدولة بتستخدم الكريدت عشان to claim it in the ndc وبعدين بكتشف انه الانتيتي اللي طلعت هاي الكريدت بيعيتها اصلا لانتيتي خارج الدولة تعيتي تمام هذا الحكي خلق عندي موضوع اسمه double counting وبالتالي حلوها الكاربون ماركت من خلال اشي اسمه الcorresponding adjustment وانه كل كاربون يكون فيه لبصمة معينة والنقطة اللي بعديها انه يكون كل مشروع بده يتسجل بل لازم يمر عن طريق مرحلتين اللي هي الvalidation والverification الvalidation اللي احنا بنشيك على ال plans ال project design document بنشيك على ال emission reduction sheet بنشيك على ال stakeholder consultation report الموجودة عندك وبنتأكد انه الامور تماعها تمام وبالverification هي بتجي بعد التدقيق بعد ما يتنفذ المشروع تاك بنتأكد ان المشروع actually بنقارن ما بين set of promises اللي انت عطيتنا اياها بالمداية والتطبيق على الارض الواقع هل فيه تطابق هل فعليا نجم نفس كمية الكريدل ستم ال issuance لا لها ولا لا وبالاضافة كذلك leakage avoidance والpermanence concept الpermanence كان لها دور كبير كذلك اذا سمعتوا عن جزئية اللي هي greenwashing greenwashing عادي كثير من المحميات اللي تم تسجيلها بالcarbon market زي محميات الشجرية زي المحميات الطبيعية والشجرية اللي تم تسجيلها بالcarbon market على اساس انها بتوفر كاربون بعد فترة صارت حرائق قهبات راحت هاي الكريدل كلياتها فخاصة هاي المشكلة الpermanence بتكون مع ايش مع الremover الكريدل والبال nature based solution عشان يحلوا هاي المشكلة من جديد طلعوا بالsolution عن طريق الارتكل 6 بسموه اللي هو البوفر بول واللي انت بتحط فيها كمية كريدل من كيس انه صار في اي اشي راح تروح عليك فوحدة من السلوشن اللي حكينا عنها وبالاضافة لهيك الكلام ايكويتي البروجيكت وتكليم كريدل وبنفس الوقت السكان الاصليين بالمنطقة هذيكم مش راضين على البروجيكت وخلقهم مشاكل بيئية فيعني these things need to be taken into account once all of these things can be found in one project this project can be registered in the carbon market تمام 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 اللهم صلى على سيدنا محمد احنا حاليا تقريبا صالنا ساعة ونص فبننا نيجي عند الcarbon market stakeholder الcarbon market stakeholders يعني اعتقد الصورة صارت واضحة بالنسبة لنا قبلا انه حكينا عن الcarbon market حكينا عن عفوا الclimate change حكينا عن supply والdemand حكينا عن historical context وبعد ما حكينا عن الcontext تاع الclimate change والcarbon market حكينا عن standardization وكيف انه صار مهم حكينا عن standardization صار عندي على two sides على demand والsupply side بس هنا جزئية جدا مهمة انه نسقط مين هم انه نعرف مين هم الstakeholders اللي associated بمشروع carbon زي اي business زي اي transaction دا كتسويها في stakeholders associated التمام وانا كثير ترى يعني جزئية هاي جدا مهمة على اساس انك تسهل عملية الفهم بالنسبة للك انه concept carbon credits تسقط على stock market عادي انه تستسام تمام they didn't invent يعني reinvent the wheel هي نفس concept حاليا رح نيجي عند stakeholders و hopefully it would make sense بالنسبة لاش للك اول اشي في عنا خلينا ناخد مثال ونعكس عليه يعني خلينا مثلا ناخد مثال نفس الوين ترباين اللي موجود عندي بالكويت تمام هاي الوين ترباين اللي موجود بالكويت نفرض for example انه مين بعرف شركات كبيرة الشركات project developer موجود بالكويت بغض النظر شركة renewable energy اجت وبدها تعمل هذا الinvestment وعملت اللي هي وين ترباين موجود داخل الكويت هذا بسموه project owner تمام او implementer بالعادة بيجي عليه بعديها اشي اسمه project developer اكبر project developers عنا بالعالم هم عبار جس السغل وسمي oil and gas companies يعني شل من اكبر project developers كمان الموجودة بالعالم في عندك كذلك اللي هم south pole في عندك EKI في عندك يعني different اللي هم project developers ويحكو لها فنفرض ان الشركة اكسل موجودة بالكويت اللي عملت الwind turbine بيحكو لهم انه listen guys انه we can help you in building this اللي هو wind turbine by provide has developer وبعد ما يوقع الاتفاقية مع implementer اللي شركة expliquate بروح بعمل stakeholder consultation بجمعهم بأوتيل وبيحكينهم بشرح لهم عن المشروع وبيحكينهم شو فوائده البيئية وفوائده على المجتمع وكذا وبعمل stakeholder consultation report وبيحدد شو الstandard اللي بدروح يشتغل فيه تمام واللي هي خطوة number two standards standards زي ما حكينا قبل في عندي different standards زي حكينا عن Vera gold standard ser carbon ICR GCC بيجي عندي مثلا اللي هو south pole بيجي بيحكي انه انا في عندي هذا المشروع بالكويت هاي project design document وهي stakeholder consultation وهي methodology وهي registration fees وليت سي انه سجل هذا المشروع داخل Vera تمام بعدها Vera يحكي له excellent you now need to hire اللي هو carbon auditor carbon auditor بيجي بعمل ايش validation على هذا المشروع بتأكد انه كل ايش موجود بال project design document is in line مع الstandard تمام وبالتالي بيعمل validation على promise هاي اذا كانت الامور كلها تمام مثلا Vera حاليا شغالة based على ISO 14000 و 65 تمام احنا يعني انا بيعمل validation وverification بVera على 14000 65 زمان كنا نعتمد على جزئية اللي CDM كان معتمد ل Davira من جديد بطل معتمد صار معتمد عندهم 14065 وبعدين اذا الامور كلها تمام this project will be registered بعد هذا المشروع ما يتنفذ ويصير عرض الواقع وبعدها بسنة تقريبا اقل شيء بنروح احنا او ممكن 6 شهر وبندقق على توفيرات الكربونية بروح بنشيك على قراءات الكيلوات اوار متر تاعة الانرجي هذا البروجيكت وبنشيك على المونيترين ريبورت والمونيترين ديفايس اللي بتكون موجودة عند الكلاينت وبناء عليها وي اشيو مثلا انه يس ديس كلاينت ديزيرف اللي هي مثلا ال100 تاوزن اللي هما طون اف كربون كريدت وبعدين بعد ما تطلع هاي الكريدت بروح برد برجة عندي ساوثبول بروح ببيحها الاند بايرز الاند بايرز طبعا مختلف الممكن الاند بايرز يكون مين في الكيس هاي ممكن يكون بيحها للوف تاكر زي امازون خاصة ساوثبول كثير شاطرين بالشغلة هاي ممكن في بيحها للريتيلر هدول الناس بيشتروا كميات صغيرة من الديفلوبرز وبالتالي بصيروا يوزعوها الانجي اوز ولل اخر انتيتيز يعني هذا اخر اوبشن في اوبشن ثالث انه يوح يبيحها بإكسجينج مباشرة حاليا في إكسجينج عندها بتاخد كاربون كريدت زي ابو ضبي إكسجينج زي زي لوندن كذلك إكسجينج باخدوا كاربون كريدت تمام فالMarket بريس زي ما احنا تمام في عندي دولة مثلا بتنزل عطاء هذي كل مرة ألمانيا كانت منزل عطاء الحكومة الألمانية انه بدها مثلا خمسين ألف تون كاربون بدها تشتريها فانت بإمكانك انه تستعونك للحكومة ليش بدها تشتريها الحكومة زي ما حكينا بالبداية عشان تستخدمها تحقق الNDC تمام البروجيك ديفلوبمنت سايكل حكينا عنها اللي هي بجوز شرحتها خلال شرح مثال اللي هو الكويت وين تيرباين حكينا عن الفيزابيليتي اسسمنت حكينا عن البروجيك ديزاين and فاينانسين البربراشن of the project outline pdd الvalidation الregistration الimplementation بعدين الverification بعدين الاشيوانس بعدين الريتايرمنت للكريدت اللي راح تكون بنيجي هون عند آخر جزئية اللي هي الكيس الساديز انا بفضل بالكيس ساديز انه يعني انا بفضل الكيس ساديز تكون ديركلي كاستمايز للآوديينس على أساس انه الكيس ساديز هي المرحلة اللي انت بتثبت فيها المعلومة اللي انت وصلتك فا اوكي فهاي بالنسبة لإيش هاي بالنسبة للكيس ساديز فأنا في عندي يعني ممكن اني جي نحكي هون عن دولة مثلا انه في عندهم كومبليينس ماركت لا تمام فمثلا هل انا دولة موجودة داخل او عفوا بيزنس موجود داخل دولة في عندها كومبليينس ماركت بل كويت مثلا لا طيب هل انا بيزنس بيصدر للخارج يوروب وكذا بدي اشوف اذا بيصدر للخارج دين اي نيد تستادي انه هال بيزنس اللي انا بصدر له هو سبجكت لكاربون تاكس ولا امشن تريدينك سيستم اذا الكيس يس معناته ايش يول نيد تولاين لانه راح يجيك عن طريق الكاربون ماركت برودر اجسمنت ميكانيزم اللي هو السيبام الكاربون برودر اجسمنت ميكانيزم طيب هل انا مثلا موجود داخل سبلاي تشين لانتيتي فارضة او حاطة لحالها اللي هو نيت زيرو تارجت فور اكزامبل اذا انا مسعوب اللي ببيع زي الناس اللي جمعت معادن ولا ولا حتى شركة الكهرباء اللي بتبيع حتى لنيوم انه they will need to go under certain threshold in order to get within نيوم سupply chain تمام اذا انا دروح ببيع ميكانت وكذا لازم انسل الامشنز الاسوسياتد مع البرودكت تاعي تحت هاي الجزئية فكيف بتنزلها يا انه بتعمل implementation لغين تكنولوجي يا انه بتروح تشتري common credits وبتنزل الامشنز الموجودة عندك ممكن انت ما تكون شوالة تحت اي واحد من هدول ممكن يكون انت فقط في عندك فكرة لمشروع هذا المشروع مو فيزبل وانت بدك تروح تبيعه وين بالكابون ماركت على اساس انه يصير فيزبل بالنسبة للك و to get money تمام بسيكلي زي هيك يعني ها لانه الكابون ماركت من اهم climate finance channels climate finance channels هم عندي ثلاث اللي هم green climate fund في عندي الكابون ماركت تمام وفي عندي كذلك الملتلاتير البانك اللي في هم اللي عندهم green bonds فاي دولة او اي انتيتي خصوصا اذا كان بالdeveloping countries وعمالنا بشوف بالدول الخليج في انتيتيز عمالها بتثمرها بطريقة جدا رائعة هاي اللي بتكون موجودة فبسيكلي انه هادا هو الكابون ماركت هادا هو البرزنتيش thank you all guys و I will move down right now ل الـ Q&A على أساس انه نشوف كيف شوف فيه كيف ستوديز معينة I will leave the mic to you اللي هو مرس سالم على أساس to lead the discussion now اعطيك لها في حن بهذا يكون خلصنا الفترة الثانية للدورة التدريبية الخاصة بالسوق الكاربون وسوف ان شاء الله نبدأ في الفترة المخصصة لـ Q&A لـ اعطيك اشتركوا في القناة لـ اشتركوا في القناة